تطورات سريعة موجودة على المشهد السياسي العراقي يمكن حصر آخرها هو الاجتماع الذي إذا صحت التسمية في دار الحكمة أو في موقع الحكمة الذي صار أمس وكذلك الرسائل المتبادلة بين السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واللغة المستخدمة في هذه الرسائل وخصوصاً أن السيد رئيس الجمهورية حضر اجتماع الحكمة والسيد رئيس الوزراء لم يحضر هذا الاجتماع هل تعتقد أنه السيد رئيس الوزراء يعيش في مرحلة عزلة حقيقية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيد كريم أستاذ نجيم وصديقي الحبيب أستاذ أبو شيما الكاتب والصحفي الله يحفظك سلام أستاذ حادي جل ومرعي الحقيقة بمنطق إدارة الحكم نعمو بمنطق السياسة السياسة هو أحساب مصالح وما شابه ولكن أكون إطار لإدارة الحكم الوثيقة التي تم تسريبها ونشرها ديالة أمس حول مجبل لحل الأوضاع وما شابه حقيقة هي مؤشر لفشل إدارة الحكم دي 16 سنة يعني موحل ها هو النقطة ينبغي للمسائلة والمحاسبة أسلم مسائلة ومحاسبة تكون هي عن طريق صناديق الاقتراع أبسط شيء هذا أما ما فقدنا من أموال وأرواح وهدرنا من زمن أعتقد لا تعوض لا تعوض هدر الزمن أبدا لا يعوض هذا العقرب الساعة إذا مشه دقيقة للأمام أتحدى من أتحدى على الأرض إذا يقدر يرجع لأقرب الساعة للوراء هذه دقيقة ما يقدر يرجع أقرب الساعة إلى الوراء لكن في وقت الأزمات كيف يتعامل كيف يتعامل مع الزمن نعم الورقة اللي طبعاً طلعت عليها وهذه نفس الملاحظات اللي كنا نكتبها في مقالاتنا ننشرها ونتحدث بها جنابك متحدث بها كلها كانت حلول لكن لا أحد يسمع لسنوات طويلة الآن وصلنا إلى هذا الحد وصلنا إلى أفضل ما لا نصل أساساً أعتقد ما موجود الآن رؤيتي يعني ما موجود الآن هو أن يتفقون بالذهاب إلى حل مجلس النواب وانتخابات جديدة وفق قانون جديد ومن ثم يجون ينفذون هذا البرنامج حقيقة حتي لك يعني قناعتي آني هذه وسبق وأن تحدثت بي أمام عدد من أصحاب القرار بأن الحل هو أن سيد رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية يقدمون حل مجلس النواب ومن ثم يتم يعني إجراء آجلي لخلاء ستين خليني أستعر ما بدأ ما بدأ ما بدأ 64 بعدين ورتي 65 آه واحدة اثنياً التنازع في السلطة ليس فقط يعني أيضاً ضمن إطار إدارة الحكم يعني منظومة إدارة الحكم التنازع موجود بين السلطات يعني يعني أكو تمدد من مجلس النواب على السلطة التنفيذية أكو تمدد من السلطة القضائية على السلطة التنفيذية أكو تمدد ما بين سلطات الأقاليم والمحافظات على السلطة التنفيذية ومن التنفيذية على السلطات المحلية هذا ولدنا وهذا جاء نتيجة النفوذ السياسي الآن العملية وصلت هذه المراسلات ما بين غرفتي السلطة التنفيذية رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وهذا مؤشر يعني حقيقة غير مريح لأن السلطة التنفيذية يبدو من قسمة إلى قسمة وليست موحدة أتمنى أن نتم تسوية هذه الأمور ترجمة نانسي قنقر